دعم سياسي للمحكمة الاتحادية ومطالبات بفرض قوانين تحافظ على مكانة السلطة القضائية أزمة اختيار رئيس البرلمان تراوح مكانها وجدول أعمال جلسة الأحاد يخلو من انتخاب رئيس جديد العزم يكشف عن انفراجة سياسية في ديالا وتركمان يحذرون من فرض مبدأ تبادل السلطات تتابعون أيضا في نشرتنا مشروع قرار أميركي أمام مجلس الأمن اليوم لوقف إطلاق النار بغزة ومجمع الشفاء تحت الحصار مجددة إلى التفصيلات أهلا بكم أشهد رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد بدور رجال القضاء في تطبيق التشريعات والقوانين التي تحفظ النظام السياسي والديمقراطي في العراق رشيد وخلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى فأغ زيدان أكد أن القضاء ركن مهم من أركان الدولة من خلاله تحفظ الحقوق والممتلكات وتترسخ العدالة ويطبق القانون وينصف المظلومون ومن جهته أكد زيدان أن مجلس القضاء انتهجاء خطأا واضحا تجسد في ترسيخ استقلالية القضاء والنأي عن أي تدخلات أو ضغوطات رفضت رئيس حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي ما تتعرض له السلطة القضائية من إساءة الفتلاوي وفي حديث لبرنامج القصر مع غزوان جاسم أكدت أن الإساءة للسلطة القضائية يعني نهاية الحكم بالكامل نحترم قرارات المحكمة الاتحادية عن نفسي أحترمها وألتزم بها حتى وإن كانت لربما أقتنع بها وما أقتنع أنا أحترم قرارات السلطة القضائية لا أتبنى الإساءة للسلطة القضائية بالعموم والمحكمة الاتحادية بالخصوص لأنه إحنا بالنتجة إذا أسأنا لهذه السلطة المتبقية الوحيدة أسأنا للتشريعية وسأنا للتنفيذية وسأنا للهيئات المستقلة ما بقت عندنا إلا السلطة القضائية الإساءة للسلطة القضائية يعني تفليش منظومة الحكم بالكامل بالتالي أنا أدعو إخواننا السياسيين أن يبعدون المحكمة الاتحادية عن مناكفاتهم السياسية ودعوة صادقة للزملاء النواب أن يقللون مو حتى ليعطصي روح للمحكمة الاتحادية يعني إحنا عدنا بعض النواب إذا عطس راح للمحكمة الاتحادية عطست دستورية لو مدستورية يعني أنا دورة بيأكملها مقدمت لي طعنين بالمحكمة الاتحادية دورة أربع سنين ودورة بيأكملها مقدمت عن واحد المحكمة الاتحادية واحد مننا نذكر تقاعد النواب وقبت العيطة عليها داخل وقت منها الغين التقاعد إلى ذلك إشارة الفتلوي لأن المحكمة الاتحادية حكمها الدستور ويتعبى الوفق القانون مؤكدة أن قراراتها ملزمة للجميع المحكمة الاتحادية يحكمها دستور وقانون وتعمل بوفق القانون أكو حالة رضا من البعض يعني على قراراتها وأكو عدم رضا عند البعض بالنتيجة القضاء من يحكم حتى القضاء العادي من المحكمة الاتحادية أكو طرفين أكو طرف يطلع يهلهل وأكو طرف يطلع يشتم بالمحكمة العادية هسا المتهم لو يحكم براءة لو يدان لو يفرح لو يبتشي نفس الشيء بالمحكمة الاتحادية القرار من يصدر أكو طرف متضرر وأكو طرف فرحان فالمحكمة الاتحادية تترك طعن بالقضايا الكبيرة طيب دستورية قوانين صراع بين حكومات اتحادية وحكومات إقليم هذه القضايا ليست بالصغيرة والتشبيرة تتركون المحكمة الاتحادية ولا أتبنى الإساءة أو التسقيط أو التشير بها بالتالي هي محكمة مشرعة وموجب الدستور الأشخاص إحنا اللي صوتنا عليهم ما أجبرنا عليهم بالتالي وينظم عملهم قانون فأنا لا أتبنى على التشير والتسقيط وكان الإطار التنسيقي قد أكد أهمية الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم أو عدم تمدد أي سلطة على الأخرى الإطار في بياننا شارل أنه ينظر بعين الاحترام للمحكمة الاتحادية ويؤكد احترامه لقراراتها وعدم التقليل من شأنها كما دعا القوى كافة إلى التزام ذات المنهاج بيان الإطار التزام قواه كافة بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية رغم كون بعضها ليس في مصلحته أغلبها مسيسة هكذا ترى الأحزاب الكردية قرارات المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بالأقليم الاتهامات والخلافات في هذا الملف رصدها لنا فقار فاضل في هذا التقرير لنتابعه تتصاعد حدة الجدل حول الاتهامات التي تلاحق المحكمة الاتحادية العليا بعد قراراتها الأخيرة التي وصفتها الأحزاب الكردية بالمسيسة بالإضافة إلى اتهام نائب سابق عن تلقيه تهديدات مباشرة من قبلها اتهامات ترى الأوسط السياسية مقصودة من قبل جهات معينة كل قرار يصدر من المحكمة الاتحادية يأتي في غير صالح الجهة المتضررة وتشكك بالمحكمة الاتحادية وتتهمها بالتسييس أو قد ذهب بعض الأخوة في أقليم كردستان وعلى رئيس أقليم كردستان بأنها محكمة غير دستورية هذا بصراحة أمر غير منطقي وغير مقبول أنت تتعامل بازدواجية مع هذه المحكمة لأنصفتكم في قرارات سابقة وكان هناك كيل من المديح والثناء لهذه المحكمة الاتحادية ولكن عندما تأتي قرارات غير صالح الحزب معينة وجهة معينة تتهم المحكمة الاتحادية بهذا الأمر ولا تبتعد حملة الاتهامات بقرارات المحكمة وانحيازها لطرف دون آخر عن تدبير سياسي تتبناه جهات داخلية بهدف التأثير عليها بحسب مصادر في وقت يحذر مراقبونه من إدخال القضاء بالخلافات السياسية أعتقد المحكمة الاتحادية يجب أن تتحرك وأن تبتعد عن كل السجالات السياسية لأن الشعب العراقي هو يعول على القضاء العراقي وعلى المحكمة الاتحادية بالتالي حتى لو تكون هناك اعتراضات وامتعاضات من قبل بعض الأصحاب القرار السياسي الذين تصدر بحقهم مذكرات أو قرارات إبعادهم أو سحب العضوية من شخصهم أن لا يكون هذا التهجم في الإعلام وبالتالي يتم التشكيك في أعلى سلطة في الدولة العراقية وتتأرجح المحكمة الاتحادية بين مزاج القوى السياسية من جانب والاستهدافات الممنهجة من جهات تهدف إلى تفتيت قوة سلطة القضاء من جانب آخر يقول المراقبون من العصمة بغداد فقار فاضل الرابعة خلاء جدوى الأعمال جلسة البرلمان ليوم الأحد المقبل من فقرة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وبحسب الدائرات العلامية للمجلس فأن جدوى الأعمال يتضمن التصويت على قانون ومناقشة ثلاثة أخرى ليس من بينها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب كشف تحالف العزم عن وجود انفراجة بأزمة مجلس محافظة ديالة خلال الأيام القليلة المقبلة قال القيادي في التحالف محمد الهدلوش أن قوى الإطار التنسيقي ستوحد اسم مرشحهم لمنصب المحافظ باعتبار المنصب كان العامل الأكبر بتأخير حسم تشكيلة الحكومة منذ السابع مضيفا أن عقد جلسة يوم غد ممكنة إذا ما توفرت الظروف المناسبة لها تمت بنود الاتفاق بين القوى السياسية الرئيسية في المجلس أرجع الاتحاد الإسلامي لتركومان العراق تأجيل اجتماع رئيس الوزراء محمد شيع السوداني مع قوى مكونات محافظة كاركوك إلى رفض بعض الأطراف مقترحة بادل السلطة أقل الاتحاد أن الأوراق التي رفعتها قوى كاركوك لتوضيح رؤيتهم بتشكيل الحكومة المحلية إلى السوداني تضمنت اختلافا كبيرا وشاسعا بين مكوناتها مبينانا المقترح الوسطي بتقاسم السلطة لكل مكون لمدة سنة وثمانية أشهر تم الاعتراض عليه من قبل العرب والكورد لكونهما طالبا ببعاد التركومان من التقاسم معهم بعد سنوات من الحرمان تتجه باب لمشاريع خزن المياه وتبطين الجداول التي تمر وسط المدينة للاستفادة من مياه الأمطار وتيرة سير العمل في هذه المشاريع وما رافقها من إزالة للتجاوزات أثقه لنا مراسلنا في المحافظة زيد شهيب في هذا التقرير لنتابع على امتداد كيلو مترين يمتد مشروع التكسية الحجرية لنهر الفرات في ناحية نمسيب شمال بابل مشروع يعتمد على تكسية جوانب النهر وإزالة التجاوزات الموجودة على محرماته ليكون هو المشروع الثاني بعد شط الحلة وضمن الأولويات الاستراتيجية بعد حرمان المحافظة من هذه المشاريع طوال السنوات الماضية المشروع تكلفته 7 مليارات و600 المدة العقدية العصلية هي 365 يوم صارت بيه كشوفات إضافية ونحن هذا يفترض انجازه حوالي أكثر من 95% والمدة إن شاء الله المدة المخررة في الأيام القليلة إن شاء الله نسلم المشروع ومع اقترابي فصل الصيف تشير أحوال التقصي إلى ارتفاع درجات الحرارة مما ينذر بشح مائي مرتقب لتتوجه الأنظار صوب مشاريع خزن المياه وتبطين الجداول التي تمر وسط المدينة والبساتين للحفاظ على كميات المياه والاستفادة منها والحفاظ عليها كخزين مائي يستخدم عند الجفاف بالسبب ظروف الشح المائية التي يعاني منها البلاد وجه وزير المارد المائي المحترم بعض الترطين جداول لتقليل من ضعاعات الرشح وكذلك إكساء القنوات والجداول ومن ضمنها شط الحلة والمشاريع الرئي الموجودة في محافظة بابل وسيتم خلال الأشهر القادمة استخدام تقنية التبطين باللحاف الخرساني لتستخدم أول مرة في المحافظة دون الحاجة إلى حفر الأنهري وأذنى بها زيد الشهيب الرابعة بابل أمنياً فككت مفارز معاونية استخبارات الحجد الشعبي شبكة دولية لتجارة المخدرات في محافظة البصرة أذكر بيان لهيئة الحجد أن الشبكة التي تم تفكيكها كان بحوزتها أكثر من 90 ألف حبة مخدرة مشيراً إلى أن الشبكة كانت تروم إلى إيصال الحبوب المخدرة إلى عدد من المحافظات العراقية أعلنت وزارة الداخلية ضبط 9 كيلوغرامات من مادة الهروين المخدرة في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار وقال الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمنية العميد مقداد ميري أن مديرية شؤون مخدرات الأنبار نفذت عملية أمنية في قضاء حديثة أسفرت عن ضبط 9 كيلوغرامات من المواد المخدرة وتأتي تلك العملية أسطى دعوات نيابية إلى تضفر جهود الحكومية وتعاون المجتمع لمواجهة آفة المخدرات في البلاد أرقام غير مسبوقة تصل إليها نسب تعاطي المخدرات مؤخراً في البلاد الحراك الحكومي للسيطرة على هذه الآفة والتنسيق الدولي نتابعه مع مصطفى عالوش في هذا التقرير بعد أن أخذ تافة المخدرات بتشكيل أرقام مفزعة في المجتمع العراقي وتهديداً حقيقياً لأرواح الشباب تتحرك الحكومة لتشكيل تحالف عالمي لمحاربة هذه السموم والآفات التي تفتك بالمجتمعات مراقبون يرون ضرورة إحكام القبضة أيضاً على الداخل العراقي لإكمال هذه المساعية دعوة جيدة أن رئيس الحكومة يشعر بخطورة آفة المخدرات لكن تعرفون أن العراق سابقاً حتى الأعوام قليلة كان العراق يشكل ممرعبول للمخدرات من منطقة إلى منطقة أخرى اليوم انقلبت القاعدة المعادلة صارت أن العراق أصبح هو من ينتج هذه المادة هناك مناطق يتم فيها زراعة أنواع من المخدرات فيما يرى مختصنا أن الحراك الحكومي للقضاء على المخدرات بحاجة إلى أن يصحب بمشروع شامل لجميع المفاصل المعنية بمكافعته وتعاون المؤسسات التربوية والتعليمية والصحية لتطويق خطار هذه الآثة لازم نواكب دول العالم في محاربة المخدرات نحن لا نحاربها بالمؤتمرات فقط ولا نحاربها أن نجي نطي محاضرة في مدرسة أو في جامعة لا هذا يحتاج لمشروع ومشروع كبير جداً قدمنا هذا المشروع على مدى أكثر من حكومة مشروع والذي هو مشروع مكافحة المخدرات والجريم المنظمة والإرهاء وفضلاً على أثار النفسية والاجتماعيات تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة على المخدرات بحوالي 16 مليون دولار سنوياً مصطفى الوشء الرابع بغداد رجحت اللجنة المالية البرلمانية استمرار الانخفاض التدريجي لسعر صرف الدولار في السوق الموازي خلال الأيام المقبلة أضوى اللجنة مصطفى القرعوي أرجع الانخفاض الحاصلة في السوق بسعر صرف الدولار للقرارات والإجراءات الحكومية المتخذة منذ أشهر لمؤجهة الأزبة والتي كانت تحتاج إلى وقت ليظهر تأثيرها مبيناً أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً مستمراً وبشكل تدريجي سيدفع نحو السيطرة الكاملة الرسمية على ملف الدولار بينما يستغل بعض التجار أيام الشهر الفضيل برفع الأسعار واستنزاف المواطنين يبيع شابان بسيطان من قضاء بلد في صلاح الدين الفواكه والخضار على الفقراء بالمجان قصة علوة الفقراء أعاد لنا مراسل في المحافظة محمد الربيعي في هذا التقرير لنتابعه على النقير من غلاء أسعار اللحوم والمواد الغذائية وبشعارات تدعم الطبقة الفقيرة يطلق بائعي الخضار محمد وسجاد في مدينة بلد جنوب صلاح الدين مبادرة تخبيض أسعار الخضار والفواكه لأدنى مستوياتها مراعاة لشهر رمضان المبارك ويسمحون للمحتاجين والفقراء بأخذ ما يريدون مجانا بالكميات التي يرغبون بها دعما للعوائل المتعففة والمعدمة في هذا الشهر الفضيل علوة الفقير سميت على الفقير لأنه عندنا نسبة فقرة كلش قوية في داخل بلد إحنا مخفضين الأسعار إلى أدنى واللي ما عنده وما يقدر يشتري يعني يجي عبي يأخذ بلاش وإحنا ما نرجع أحدنا حتى العمال ومصيهم أي واحد يجي بدون مستحايا عبي يأخذ ويروح هذه المبادرة انطلقت قبل رمضان بعشر تيام بادلنا بتخفيض الأسعار بحلو شهر رمضان المبارك لأنه عندنا تأخذ بلاش الفقرة الماء عنده يأخذ بلاش علاقة يعبي ويطلع عزية نفس لا يقول لي سولف وأسعار خيالي عندي طماطع بسبعمائة وخمسين مو بالفرباء كافة المحلات في بلد بل فربوع وبلد يمي بسبعمائة وخمسين بادرت بها عندك الفراولة بخمسمائة دينار الموازي بأليف ويحاول أصحاب هذه العلاوي أو كما يحبون أن يسمونها علوة الفقراء أن يكونان موذجا للتجار الآخرين وأن لا يفكر البائعون بحجم الأرباح واستغلال الشهر الفضيل بقدر ما يفكرون بمراعاتهم للعوائل المتعففة والمحتاجة فيما أثنى المتبضعون على هذه المبادرة متمنين بأن يحنوا أقرانهم بهذا الطريق بالفعل علوة الفقراء يعني علوة لأننا لا أشاهد بعيني بدون ما أحد يقول لي أمانا هيدا أحد شيل يعني المعنده ينطوه يعني المعنده ينطوه قدامين أشوفتهم شام عائلة بعائلتها شيل شيل ما عنده ينطوه بلاش شيل من أيام مكورونا إلى حد الآن يعني ميرجي عحد يعني مرات العمالي أومياتهم متطلع لأن من جيبه من نصر ما يقامي ذي بخطية ومن قصر حلوي الناس ونتمنى كل الناس مثل محمد إسماعي وأنا أقول لهم إن شاء الله أصير مثلهم على العكس من المستغلين والجشعين يبادر أصحاب العلاوي بتخفيض أسعار الخضروات إلى أدنى مستوياتها طمعا بالأجر ومساعدة للفقراء محمد عادل ربيعي الرابعة صلاح الدين تزامن عياد نوروز مع شهر رمضان المبارك واشتياح السيول ناحية الزرباطية أجلت الاحتفالات أو احتفالات نوروز إلى إشعار آخر واقتصرت على تبادل التهاني بعد ساعات في أكثر تفاصيل الإفطار سياق أو هذه التفاصيل في سياق هذا التقرير عيد النوروز الموروث الثقافي الأبرز لأبناء المكون الكردي مختلفا هذا العام إذ تزامن العيد مع شهر رمضان والذي أفضل تأجيل الاحتفالات في وسط إذ اعتاد الكرد في المحافظة للاحتفال في ناحية الزرباطية التي أتت عليها السيول هذه الأيام ما جعل التأجيل حتميا جولة نوروز كنا نشعلها في زرباطية في كل السنوات السنة احتراما لهذا الشهر المبارك شهر رمضان وكذلك فرحين بما جاءت بها من سيولة الأراضي الزراعية وارتفاع النهار الدجلة هذا الشيء حقيقة يفرحنا لأن كان السنوات السابقة لا يوجد هذه المياه في نهار الدجلة الاحتفالات التي تشهدها الناحية سنويا محط إقبال جميع الواسطيين كردا أو عربا يشاركون أخوتهم هذه المناسبة وهذا العام لما تقدم من ظروف فقد عزموا على تقديم التهاني لهم في أوقات ما بعد الإفطار ليلة نوروز نشعل شعلة بحضور وجهاء وشخصيات الكرد الفيلين وأبناء محافظة واسط ونحي الفلكلور الكردي من خلال الدباكات الكردية الفلكلور الكردي الشعلة هي انتصار الحق على الباطل صادف عيد نوروز في شهر رمضان المبارك وتعرف الناس أغلبها بحالة صيام لذلك نحتفل سنويا بمدينة الزرباطية نتوجه من الصباح السنويا لمدينة الزرباطية يكون هناك ملتقل كل العوال العوال الكردية والعربية وكل يشارك أفراح الأخوة الكرد لكن السنة أيضاً أكو سيور قادمة من الجارة إيران لذلك منعتنا أنه نروح إن شاء الله اليوم باليل رح نتواصل مع الأخوة الأكراد ونتقدم لهم كل التهاني وتشهد ناحية الزرباطية في الوقت الحاضر موجة من السيولة التي أتت على معظم المناطق السياحية فيها والتي أثرت بشكل مباشر على إحياء حفلات النوروز من مدينة الكوز سجاد العطية الرابعة في الشأن الدولي قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بحسب مصادر فأن مشروع القرار ينص على وقف فوري ومستداماً لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع لتوفير الحماية للمدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية كما يدعم مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع رهاء المتبقين لدى حركة حماس من جهته كشف وزير الخارجية الأميركي عمسوني بلينكين عن حصول تقدم في مفاوضات الدوحة غير المباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة أكد بلينكين أن واشنطن تواصل الدفع من أجل توصل إلى اتفاق محقق في الدوحة نعمل مع مصر وقطر وإسرائيل لوضع مقترح قوي حماس ردت على المقترح ولا يزال المفاوضون يعملون على إزالة الفجوات ونحن نعمل على الدفع باتجاه اتفاق في الدوحة هذا العمل ليس باليسير لكنني أؤمن أنه بالإمكان تحقيقه هذا أكد وزراء خارجية الدول العربية خلال اجتماعهم أمس ضرورة وقف النار في غزة والتأكيد على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه وأشار الوزراء في اجتماعهم بالعاصمة المصرية القاهرة رفض أي عملية عسكرية في مدينة رفح وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية محذرين من التداعيات الأقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الأقليم والعالم شددت رئيس المفوضي الأوروبي أرسولا فون ديرلاين على رفض بروكس الاجتياح مدينة رفح من جيش الاحتلال الإسرائيلي فون ديرلاين في تصريح صحفي أكدت على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة بكل الطرق بما ضمنها الطرق البرية مئة شاحنة يجب أن تدقل إلى غزة برا أو بحرا أو جوا والمجلس الأوروبي صادق على الممر البحري من قبرص إلى غزة لتوفير مساعدات إضافية ونحن نحث الحكومة الإسرائيلية أن تحجم عن شن هجوم في رفح وختاما نحن ملتزمون بسلام دائم في الميدان استشهد العشرات من الفلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة قالت مصادر محلية طائرات الاحتلال قصفت منازل على رؤوس ساكنيها في حي النصر شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء الطبي منع عنهم الدواء الدواء والمحليل والكهرباء والغيارات والأكسجين منذ احتلاله للمجمع ذكر المكتب الإعلامي أن أربع من المرضى فارقوا الحياة ممن كانوا على أجهزة التنفس الصناعي في غرف العناية المركزة قطاع جيش الاحتلال عنهم التيار الكهربائي وبالتالي توقف الأكسجين معانا في قتلهم فيما توفى آخرون إثر قطع الأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية للشهر السادس على التوالي الرابعة توثق جرائم الجيش الإسرائيلي في غزة حيث وثق مراسل الرابعة محمد البلبيسي تدمير مربع سكني كامل في مخيم النصيرات إذ استشهد أكثر من أربعين مواطنا معضهم من النساء والأطفال سياسة تدمير المربعات السكنية سياسة واضحة في قموس الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يستهدف المدنيين العزة للأمينين في منازلهم هنا في مخيم النصيرات تحديدا في منطقة شارع العشرين قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف عدد من المنازل في مربع سكن كامل قامت بتدمير هذا المكان فوق رؤوس ساكني ما أدى إلى استشهاد العشرات من المواطنين الفلسطينيين يعني وأيضا وجود أكثر من عشرين مفقود تحت ركام هذه البناية التي نتواجد نحن أمامها نشاهد ضمار حلة في هذا المربع وتدمير كل لكل هذه المنطقة السكنية التي كان يتواجد بها سكان آمينين في منطقة مخيم النصيرات كما تشاهدون عدد من المنازل تم تدميرها وهذا المنزل وركام هذا المنزل يتواجد به عدد كبير من الشهداء ولا تتمكن التواقم الطبية والدفاع المدني من انتشال الشهداء بسبب ضعف الإمكانيات المتواجدة وأيضا ما تم انتشاله هو من الشهداء الذين يتواجدون بجوار هذا المنزل كما تشاهدون الأضرار بالغة في هذا المربع وهذه المنازل نحن نتحدث عن عشرة منازل تضررت بشكل كامل في هذه المنطقة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في ظل استمرار هذه الحرب وأيضا استمرار الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف تقعدين في أمان الله في الضار والنين فالصغار ما لقيناه انه الحطان تقع قاعده مارس تدخل والغبرة دخلت علينا زي هيك نزلنا على الشارع زي ما انتوا شايفين المنظر اللي شفناها هات اللي قدرنا نطلع وطلعناه اللي ما قدرناش أيلا الحين الناس قاعدة تحاول تطلع يعني كانت الساق علينا انه أخي خالد وزوجته وأولاده كله يهتم من درية كله كانت هنا في هذا المبنى نضرب بدون أي انذار بدون أي سم كانوا قاعدين في بيت آمن بيت منزل أبو أنس الهبات ليس لهم علاقة في أي شيء بالمقاومة ولا أي شيء آمنين جالسين كانوا نازحين في ربح وتوجهوا لهان لهذا المنزل الآمن هنا من هذا المكان المضمر وبعض القصص التي سمعناها من شهود العيان على جرائم الجيش الإسرائيلي الذي استهدف هذا المكان لازالت عدسة قناة الرابعة ترصد وتواصل فضح جرائم الجيش الإسرائيلي لشهر السادس على التوالي نحن نتنقل من مكان إلى آخر لتوصيق هذه الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين العزة الأصائمين في شهر رمضان المبارك ولا يمكن لنا أن نتوقف تجاه هذه الرسالة السامية التي ننقل معاناة شعبنا الفلسطيني لكل العالم محمد دانبالبيسي قناة الرابعة بخيم المصيرات وسط قطاع غزة في الختام يواصل برنامج الملياردير الذي تعرضه قناة الرابعة التربع على نسب أعلى المشاهدات في الوطن العربي مراسلنا في القاهرة حسام عثمان رصد لنا ردود الفعل الشعبية التي لقاها البرنامج في سياق هذا التقرير من أول حلقة استطاع برنامج الملياردير لجورج قرداحي أن يسجل مشاهدات عالية في الأوساط المصرية بعد عودته الجديدة عبر شاشة قناة الرابعة لبرامج المسابقات التي يحبها الشارع المصرية مما قوبل بالترحيب مؤكدين على نجاح البرنامج وفجأة جيدة قام بها الإعلام الكبير جورج قرداحي لانضمامه للقناة الرابعة العراقية في خطوة محسوسة من هذا الإعلام الكبير خاصة أنه أول ظهور إعلامي له منذ تقديم استقلاته في الوزارة الإعلامية اللبنانية سنة 2021 هذا البرنامج الذي يعود به مرة أخرى من أجل الشعبية الإعلامية التي حققها تيلة تاريخ الإعلامي وبالتالي هو تشبه مع بعض البرامج التي تميز بها خلال مسيرته الإعلامية عدست قناة الرابعة رصدت الآراء التي أكدت على نجاح برنامج الملياردير لجورج قرداحي لما يقدمه من محتوى إعلامي يحمل طابعاً معلوماتياً مميزاً في الجوانب العامة كافة لما يدور في إطار المسابقات والمعلومات السريعة فضلاً عن الجوائز النقدية حقيقة برنامج جميل جداً أنا بتابعه خاصة بعد النجاح برنامج من سيربح المليون الحقيقة استفدت منه على المستوى الشخصي من معلومات كتير جداً وأعتقد أنه هيكون إضافة كبيرة جداً في رمضان لأهل العراق ويبخت أهل العراق الحقيقة بالبرنامج يعني أنا كمصرية نفسي جورج قرداحي يجي أمن هنا برنامج في مصر ونشترك فيها هو الله برنامج جميل جداً بصراحة وإحنا اتفاجئنا بالسنة دي الأول نزع على قناة الربيعة تحديداً يعني في رمضان فده حاجة جميلة جداً ونفسنا كمان أصلاً هو يحصل لنا عندنا في مصر تبع حاجة أعظم وتبع حاجة صراحة جميلة جداً والله عاد والعود أحمد هكذا يقول العديد من المصريين المتابعين لبرنامج الملياردير الذي يبث على شاشة الرابعة مما يعيد إلى الأذهان البرامج والمسابقات الخالية من التحيز والابتدال من القاهرة حسام أثمان الرابعة إذن مشاهدين الكرام وصلنا وعياكم إلى ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عنوانيها دعم سياسي للمحكمة الاتحادية ومطالبات بفرض قوانين تحافظ على مكانة السلطة القضائية أزمة اختيار رئيس البرلمان تراوح مكانها وجدول أعمال جلسة الأحد يخلو من انتخاب رئيس جديد العزم يكشف عن انفراجة سياسية في ديالا والتركومان يحذرون من رفض مبدأ تبادل السلطات تابعتم في نشرتنا أيضا مشروع قرار أميركي أمام مجلس الأمن اليوم لوقف إطلاق النار بغزة ومجمع الشفاء تحت الحصار مجددا إذن مشاهدين الكرام قدمنا إليكم نشرة خبرية تفصيلية شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة